نعم الآن محمد البدفعية الإسرائيلية تقوم بقصف أهداف اتجاه منطقة بيت حنون هناك تصاعد كبير وهناك انفجار ربما هائل وسط بلدة بيت حنون التي تستهدف بقذائف سريعة في أقل من 20 دقيقة فعليا كان هناك ثلاثة رشقات صاروخية أطلقت باتجاه بلدات غلاف قطاع غزة هناك إصابتين مباشرتين لمبنيين في منطقة سديروت حسب موردنا من معلومات وتقارير إسرائيلية لا يوجد حديث عن إصابات بطبيعة الحال لأن كل السكان هنا في منطقة غلاف غزة تم إخلاؤهم لكن الصورة فعليا خلفنا لا زالت هناك ربما دمار كبير وقع في هذه المنطقة المستهدفة نستمع أيضا بين الفينة والأخرى للصوت أعيرة من رشاشات ثقيلة بمعنى أنه لربما تكون اشتباكات قريبة من حدود المنطقة الشمالية المحاذية لغلاف قطاع الكاميرا وهي تقترب من هذه المنطقة ما هي؟ نعم محمد هذه بلدة بيت حنون وهي ذات الكثافة السكانية العالية هناك قرابة 33 ألف فلسطيني يسكنون في هذه المنطقة في هذه اللحظات تستهدف هذه المنطقة بصورة مكثفة وصورة كبيرة جدا بحجة أن هناك صواريخ تنطلق بين الفينة والأخرى من هذه المنطقة من منطقة بيت حنون هناك طائرات الاستطلاع التي تحاول أيضا قصف أهداف داخل قطاع غزة وأيضا تعطي معلومات استخباراتية للقوات البرية والميدانية من فرق الهندسة التي تعمل أيضا على توجيه المدفعية الإسرائيلية لقصف أهداف داخل بيت حنون تقوم بالرد بسرعة كبيرة جدا على مصادر إطلاق الصواريخ حسب ما نشاهده أمامنا ولكن الإصابات فعليا التي نلحظها ويرصدها لنا زملائنا في قطاع غزة بأنها إصابات جلها للمدنيين أحد عشر يوما على الحرب هناك أيضا حديث في إسرائيل بأن إسرائيل حتى الآن فشلت في اغتيال مسؤولين حركة حماس كل من تم اغتياله فعليا في الحركة لا يتجاوز ستة مسؤولين على الأكثر هذا طبعا حسب التقرر رغم أن إسرائيل قبل قليل قالت بأنها استهدفت قياديا كبيرا في حركة حماس في القصف الأخير ضياء على وقع الفاشل الذي تذكره الآن من الجانب الإسرائيلي الحديث عن عملية اجتياح بري إلى أي درجة تبدو وشيكة أو ربما تنفيها ليضياء يعني أنت في منطقة حساسة هل رصد أي تحركات أي تحركات يضياء تفدن بأنه ربما يعني أنه الأمر وشيك أو تمضحره هذه الفكرة يعني تمضحرها أستطيع أستطيع محمد التأكيد لك بأن القوات الإسرائيلية بكل عتادها الموجود هنا أنهت تدريبات ووضعت وتمركزت بانتظار إشارة واحدة من المستويات الأمنية الإسرائيلية العليا المتمثلة بالكابنت الإسرائيلي وحكومة الطوارئ حكومة الحرب التي تم الإعلان عنها بانتظار إشارة واحدة حتى يتم التقدم بريا كامل منطقة الحدود هي معززة بشكل كبير جدا من المدفعية الإسرائيلية من وحدات المركافة الإسرائيلية من سلاح المشاء من قطع الهندسة وكل ما يتطلب للدخول بري أصبح جاهزا فقط بانتظار إشارة واحدة من المستويات الأمنية حتى يتم السماح لكن أيضا رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشي ديان ميخايل ميلشتاين قال بأنه هذا الإخفاق ليس لدي بشائر بل كل البداء التي تواجه إسرائيل في هذه اللحظات إما سيئة أو سيئة للغاية هناك أيضا ربما بعض التخوفات من الدخول البردي خشية وجود أنفاق شهدنا على مدار الأيام الماضية كيف إسرائيل قصفت منطقة السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة بصورة كاملة بقنابل ارتجاجية عالية الدقة وذات قدرة تدميرية كبيرة جدا ولكن أيضا وزير الجيش الإسرائيلي أسبق أفكتور ليبرمان قبل قليل قال بأن دعوة الأمم المتحدة لجلب المساعدات الإنسانية إلى غزة هي نفاق من الدرجة الأولى من خلال اطلاع على ما يحدث حاليا في قطاع غزة لا شك أن الوضع بعيد عن الأزمة الإنسانية هذه التصريحات لأفكتور ليبرمان وقال بأن الحل اللازم هو إنشاء مدينة إيواء خارج غزة في سيناء وهنا نعم ترجمة نانسي قنقر